ما تيجي أوريكم الفطر التركي على أصوله بيكون عامل إزاي كان بقلي فترة بدور على مكان بيعمل فطر تركي زي ما بيتعامل في بلده لحد ما لقيت المكان ده سلطان سراي اللي أول ما بتوصل المكان بيستقبلوك استقبال ملكي ويعطروا إيدك عايز أقول لكم إن فيبس المكان لذيذة قوي هتحس إنك في تركيا واللي اصطف هناك شباب محترمة ومتعاونين جدا بس خليني أحكي لكم على فطر السلطان اللي فيه فراية كتير قوي نوعين من البيت تختار ما بين بيت بيت باسترمة أو بيت بالمشروم أو شكشوكة ومعهم بطاطس وبريك وباسترمة وحنش مدخم مع سلامي ولبنة ومحمرة وجبنا بيضة وجبنا حلوم معهم زعتر بزيت الزتون وأكتر من نوع زتون مخلل مع أربع تنواع مربة وإشطة وعسل ومكسرات عين جمل وزبيب ومشمش وعسل أصمر وطحينة حوالي 30 طبق والفترة ده كله المفروض إنه هو الفردين بس أنا أعتقد إنه هو ممكن يكفي 3 أو 4 كمان والعيش بيتخبز عندهم فبيجي لك دايما سخنة وطوزة وأساسي على الفطار ده الشاي التركي لازم براد الشاي اللي بيكون رفال وتقدر تشرب براحتك في أي وقت عايز أقول لكم كمان إن كوالة الأكل محترم جدا بعد ما تخلص الأكل بيجي لك فوت ساقع عشان تمسح إيدك وانت قاعد مكانك مش بقولك هتتعامل زي السلطان المكان ده لسه فتح جديد ومن وجهة نظري هي بقى أقوى مطعم تركي في مصر للفترة اللي جاية هم ليهم فروع كتير برا مصر وده أول فرع ليهم في مصر الفتر ده كله كان بـ 500 جنيه وعشان الدلع يزيد لكل الناس اللي متابعيني فيه كمان خصم 10% هم مكانهم في إستهب اللي قدام كرافت زوم في مدينتي فكر كده وقولي ممكن تاخد مين معاك يجرب الفتر ده وما تنساش تعملي فلو شكرا